بتبدأ حكايتنا النهاردة في موسكو صيف عام 1605 ميلاديا وبنشوف الجيش البولندي بكادة ديمتري دخل لموسكو واحتلها وقتل العائلة الملكية ومن هنا بيبدأ دخول روسيا للعصور المظلمة وبعد مرور عام وبالتحديد عند نهر عيد موسكو في عيد الفاص عام 1606 بنشوف كل السكان والمواطنين الروس خايفين ومزهولين من العجلة الحربية دي واللي فيها مدافع وبيكونوا خايفين جدا منها وبيقولوا البعض ان البولنديين جايبين وحش معهم لروسيا وبنهرف بعد كده ان الحاكم ديمتري حاكم روسيا لمدة سنة بس وتم قاتله وحرقه بعد كده وده بسبب حكم الفاصق والفاسد واصلوبه اللي ما كانش لا حد راضي عنه لا من الروس ولا من البولنديين حتى وبعد مرور اربع سنوات في موسكو عام 1610 بتكون روسيا زي ما هي من غير حاكم بيظهر لينا الراهب الروسي فيلاد والاميرة الروسية الزينة على المركب دي ومجموعة من الاسبان المرتزقة بيلعبوا الامار بالظاهر ونردوا مع بعض في نفس الوقت ده بيكون مجموعة من الشباب العبيد الروس بيشدوا المركب والحراس بيدربوهم بالكربيج ولما واحد من الشباب دول بيقع من التعب واسمه اندريا المركب بتتهز والحرس بيدربوا بالكرباج وواحد من الاسبان اسمه الفار بيت الشخص تاني وبيخلص عليه لما بيختلفوا على مين اللي كسب الرهان مع الغروب بنشوف اندريا وهو بيقطع السلسلة اللي مربوط بها في رقابته وبينزله بيوم ناحية المركب ولما بيوصل لهناك بيلحظه وجوده بيتم القبض عليه في الحال بكل سهولة وتاني يوم بيتم الرابطه زي ما احنا شايفين كده وجلده تعذيبه بكل وحشية وقصوة والفار بيرهن علي انه مش هيموته هيتحمل القلم وفعلا بيكسب الفار الرهان من اللي رهنه ضده بعد كده لما بيكون واحد من التطار اسمه كوشكا من عبيد الفار بيتكلم مع اندريا اندريا بيخنوقه بالسلاسل اللي مربوط بها بقوة وبيقوله يطلب من الفار انه يشتريه وكوشكا بيوعده بكده وفعلا بينجح كوشكا في اقناع الفار انه يشتري اندريا وبيشتري فعلا من المالك والسيد بتاعه وبيتعرف كوشكا على أندريا وبيقول لنا متطار وأندريا بيقول لنا روسي وبنعرف من كوشكا أن ألفار وهم بيشتغلوا محربين ومرتزقة حرب على سلاح المدفعية اللي يدفع عليهم وحاليا هم هيحربوا ويقضوا في صفوف القائد البولاندي جيتمان بعد كده بيشوفوا هم اللي كنين القائد البولاندي جيتمان في المعسكر هنا وبيقدر أندريا أن يتعرف عليه لأنه لما كان صبي مراهق لما هجم جيتمان بالفرسان بتوعه وقتل كل اللي هناك وضمر القرية وبنعرف في النكيب وبيجهز نفسه للهجوم على العاصمة الروسية موسكو وعاوز يخلي الأميرة زينا هي الإمبراطورة وهو بيعمل كده مش حبا فيها بس بيستغل لها عشان هو اللي يوصل للحكم بعد كده ودلوقتي هو بيستعين بالمرتزقة من كل مكان زي ألفار وعبيده عشان يكون جيش كبير ويهجم بي على موسكو بالليل بيتسلل أندريا الفوق لحد غرفة زينا وبيكون معها القائد البولاندي جيتمان وبيفتكر لما كان صغير والقائد جيتمان قتل الأمير أخو زينا وأمها كمان بس ما قتلهاش هي وسبها تعيش وكل ده عشان يستغل لها ويستغل اسمها ونسبها ويخليها هي القيصر والامبراطورة على العرش روسيا كلها وهو بعد كده يتجوزها ويستولي على العرش والتاني يوم الصبح بيتحركوا كلهم من المعسكر هنا لكن في نص الطريق بينفصل جيتمان وزينا عنهم ومعهم مجموعة من الحرس وبيمشوا من طريق تاني هنا بنلاحظ ان في مجموعة من الروس بيرابوا تحرك الجنود وبيستيادوا للهجوم عليهم لما بيوصلوا هنا عند الجسر وفجأة المجموعة دي بيشنوا هجومهم على الجنود وبيضربوا عليهم بالسهام والبرود من كل ناحية وألفار بيضرب عليهم بالبرود هو كمان وبيقدر يخلص عليهم ويقتل كم واحد منهم وأندريا هو كمان بيظهر قوته شجعته وبيدفع عن ألفار وبيقدر يقتل عدد كبير جدا منهم وهو مفكرهم لصوصه قطعين طرق وما يعرفش انهم صور روسيين وإلا ما كانش عمل كده وواحد من الصور دول بيهجم على ألفار وبيطعنوا وبيخلص عليه في الحال بعد كده بنعرف ان الصور دول معهم بنت اسمها ماتريونة وبياخدوا كل حاجة سامينة من هنا وبيمشوا وهم كانوا عاوزين يقتلوا جيتمان والأميرة الروسية زينا عشان خانت روسيا وبتتعاون مع البولنديين وبيفضل كوشكا وأندريا يبحثوا في كل ما كان هنا عن ألفار لحد ما بيلووف ان هي ميت ومقتول على الحصان بتاعه وكوشكا بيقول لأندريا هو ده اللي أنا كنت خايف انه يحصل من سنين ألفار مات واحنا ما معناش اي حاجة تثبت هويتنا وكده احنا يا إما عبيد هاربين يا إما لوصوصه قطعين طرق وكده ولا كده في كل الحالات هيتحكم علينا بالإعدام ونتشان أنا وانت سوا مع بعض في الوقت ده بتكون زينا عند الأب الراهب ده وبتطلب منه يصلي اليوم عشان تنجو من اللي هي في ده ولما بيتقابل الراهب فيلاد هو كمان مع الأب ده بينصحوا يروح للهند لو كان عاوز ينشر دعوة المسيح الحقيقية ويبعد عن طريق جيتمان وزينا وفعلا فيلاد بيسيب جيتمان وبيقرر يتوجه للهند وما يكملش رحلاته معهم للعاصمة الروسية موسكو وبنرجع تاني الأنداريا وكوشكا اللي بيقرروا انهم ياخدوا كل أوراق وهوية ألفار ويبقى أنداريا هو ألفار بس ألفار في نتبة وجرح في وشه عشان كده أنداريا بيجرح نفسه هو كمان عشان يبقى شبه ألفار وبيظهر لنا الدوق الروسي مركوف وهو بيحمس الشعب الروسي على الانتفاض ومواجهة البولنديين بكادة جيتمان وبيقول لهم لو ما تحركتوش بنفسكم هتفضلوا من ملك لملك ومن إمبراطور لإمبراطور والعصور المظلمة دي مش هتنتهي أبدا بعد كده بنشوف كوشكا وهو بيشرح ويعلم أندري على طريقة الضرب بالبرود بالمدافع زي ألفار بالزبط وبيروحوا بعد كده هم اللي اتنين بيتقابلوا مع جيتمان ومش بيعرف حاجة والحد دلوقتي خطتهم ماشية زي ما هم عاوزين بالزبط ولما بيكون جيتمان عمل لهم اختبار على الضرب بالمدفع بيكون كوشكا خايف جدا من فشل أنداريا وكمان المدفع ده كبير جدا لكن الغريب أن أنداريا بيتصرف بكل ساقة وتعالي وبيكون مطقن جدا للخطة واللي بيشوف ويقولته الحياتة وبيضرب على المدافع وبينجح أنداريا في إصابة الهدف والكل بيكونوا سعداء وكمان جيتمان بيقول هما دول المقتلين اللي أنا عاوزهم في الجيش بتاعي بالليل مجموعة الصوار اللي هجموا على الجنود وقتلوا ألفار بيدخلوا للمعسكر هنا وهما متنكرين في عمال سيرك ومهرجين وفي الوقت ده بيكون أنداريا معزوم على العشاء من القائد جيتمان وبيتقابل معايا ومع الأميرة زينة ولما بيخرجوا يتفرجوا على السيرك والضب اللي بيرقص مع الجماعة دول زينة بتقول لأ أنداريا واضح أنك مش أسباني وأنا مش عاوز أعرف أنت مين بالزبط لكن عاوز أعرف أنت بتخطط ليه وبيقول لها أنا اللي مش عارف أنت إزاي قدرت تعيش مع اللقات الأخوك والدتك وخلص على عيلتك لا وكمان بتتعاوني معا ضد أبناء وطنك الروس وهي بتبقى مش عارفة تتكلم ولا تقول إيه فبيقول لها أنت لازم تهربي معايا النهاردة عشان كل خطط جيتمان بتقول مسكو تفشل والجماعة دول بياخدوا زينة عشان تشترك معاهم في الاحتفال والرأس وفاجأة واحد منهم بيضرب عليها بالرصاص لكن الطلقة مش بتيجي فيها وبسرعة بينقذها أنداريا منهم والتاني يوم بيهجم جيتمان بالجيش بتاعه على المدينة الروسية دي وبيتم دق الأجراس والكل بيجري عشان يدخلوا المدينة وبيتم إغلاق الأبواب ويحتموا بالأسوار العالية من البولنديين وكل اللي مش بقيل حيدخل ويحتمي بيها الجنود والمقاتلين والفرسان البولنديين بيخلصوا عليهم ولما بيكون واحد من القدى البولنديين عاوز يعتدي على واحدة من البنة الروس هنا أنداريا بيتدخل وبينقذها منه وبيتلموا حواليه وبيحاصروا وبيدخلوا في مبارزة وقتال شارس وقوي جدا وبيقتلهم وبيخلص عليهم كلهم وبيتكلم مع البنت باللغة الروسية وبيقولها تهرب بسرعة من هنا لكن لحظوا السيء أن جيتمان بيكون وصل هو ومساعدين وبيسمعوا هو بيتكلم روسي كويس جدا وبيعرفوا أنه مش أسباني وبيضربوا وبيسيطروا عليه وجيتمان بيقولهم بكرة الفجرة هيتعلق وصرقوا هو لا يصحي الناس بدل الديوك وفعلا بيعلقوا زي ما احنا شايفين كده بس مش لاقيين كشكة خالص هنا في المكان وبيدخل جيتمان وبيتكلم مع زينة وعاوزها تبع كاسوليكية عشان يتجوزوا وينجيبوا أمير يكون قيصر وامبراطور لروسيا كلها في الوقت ده بيكون أندريا بيحاول يفك نفسه من اللي هو فيه ده ولما بيدخل كشكة بيهجم عليه أندريا وهو متعلق وبيخنوه برجليه عشان بيكون لابس ومتنقر في ملابس جنود جيتمان ولما بيتعرف عليه بيفك بسرعة وأندريا بيقوله أنا مش همشي من هنا من غير زينة وبيروح بسرعة للمكان اللي هي فيه ومساعد جيتمان بيشوف اتنين من الجنود ماتولين هنا وبيعرف أن كشكة هو اللي عمل كده وساعد أندريا على الهروب ولما بيوصل أندريا وكشكة للمكان اللي زينة فيه بيلقوها نايمة وبنعرف أن جيتمان بيديهم ونوم كل ليلة عشان يضمن عدم هروبها منه وبيكون كشكة تعرف على بنت روسية هنا اسمها ليزا وبتاخدهم وتهرب بيوم النفق سري وبيكون أندريا شايل زينة واخدها معاهم بعد كده بيوصلوا من خلال النافق السري ده لدخل المدينة وهناك بيتقابلوا مع والي المدينة واسمه جاكوف وكشكة بيقول لنا من التطار وصديقي ده اسباني وإحنا محترفين في الضرب بالمدافع ولذا بتقول لهم أنه كشكة ده هو العريس بتاعي وإحنا هنتجوز ولما جاكوف بيشوف زينة وبتكون لسه نايمة كشكة بيقول لهم إنها زوجة صديقه الاسباني ده والبولنديين خطفوها بس إحنا قدرنا ناخدهم ونهرب بيها وجينا الهنة بس جاكوف بيصدمهم وبيقول لهم الأمور صعبة هنا مش زي ما انتوا فاكرين ومعندناش أصلا مدافع وبيفضل أندريا وكشكة مع الروس اللي هنا طول الليل بيصنعوا في مدفع بداية عشان يستخدموه وجاكوف بيقول لأندريا إن البولنديين هيرحلوا من هنا وهيتوجهوا لموسكو والمعركة هتكون هناك مش هنا بس طبعا هو ما يعرفش إن زينة موجودة هنا وإن جيتمان مستحيل يتحرق خطوة واحدة لموسكو من غير ما تكون هي معاه وفي صباح اليوم التاني بيكون جيتمان محاصر المدينة من كل ناحية بالجنود والمقاتلين والفرسان والمدافع كمان في حين إن أهل المدينة معهمش غير مدفع بداية بس وده للصنعول اللي تم بارح من الجلد وشوية خمات تانية وبيقصفوا المدينة بأول ضربة مدفع وبيروح جيتمان يتكلم مع القائد جاكوف وبيقولوا لو خدنا الأميرة اللي جات عندكم بارح مع الاتنين اللي عاملين نفسهم أسبان هنمشي من هنا ومش هنضمر المدينة ولما أهل المدينة الروس بيسمعوا كده كلهم بيتجمعوا حوالين البيت اللي في زينة وبيطلبوا منها ترحل من هنا وتروح مع البولنديين زي ما كانت معهم في الأول وبعد أهلها ووطانها الروس للمحتل البولندي وأندريا وكوشكا بيدفعوا عنها ومش بيخلوا حد يلمسها منهم نهائيا وبيوصل القائد جاكوف وبيتكلم هو كمان مع الناس هنا وبيقولهم إننا مش هنسلم زينة للبولنديين ولما بيكون جاكت مان خلاص مال وزاق من الانتظار بيقوموا رسالة المدفعية بقصف بوابة المدينة وفي نفس الوقت بيكون أندريا وكوشكا بيجهزوا المدفع اللي معاهم وعاوزين يوجهوا ضربتهم لسندق البرود والزخيرة اللي مع جاكت مان قدامهم ولما بينتهوا من أعداد البرود في المدفع بيضربوا ضربتهم وفعلا بينجحوا في إصابة سندق البرود والزخيرة وبيحصل انفجار قوي وضخم جدا وعداد كتيرة جدا من جيش جاكت مان بيموتوا في الانفجار ده وأندريا وكوشكا وكل أهل المدينة الروس مش مصدقين اللي حصل وبالليل بيكون جاكت مان ومساعدين وبيخطاتوا وبيعيدوا تنظيم الجيش للهجوم مرة تاني على المدينة وتاني يوم الصبح بيبدأ جاكت مان الهجوم على المدينة بكل قوة وشراسة وكل الأسلحة والمدافع اللي عنده والقصف والضرب الشديد والقوي جدا على المدينة من كل اتجاه هنا وعدد كبير من أهل المدينة الروس بيموتوا وبيعرض دينا الفيلم مشاهد للقصف والدمار في كل مكان هنا في المدينة الروسية وما فيش مكان القصف وموصلش ديه بعد كده بيتوقف قصف المدافع وبيتقدم الجنود المشاب البنادق بتاعتهم في اتجاه المدينة وبيبدأ ضرب البرود من خلال البنادق على صور المدينة وبيظهر لنا دلوقتي جنود جيتمان وهم معهم السلالم عشان يصعدوا بها على الصور ويدخلوا المدينة والروس من على الصور بيرموهم بالملوتوف وبيضربوا عليه بالبرود كمان عشان يمنعهم من تسلق الصور وقتحم المدينة لكن بينجح البولندين في التسلق وعادات كبيرة منهم بتدخل داخل المدينة وبيبدأ القتال والمبارزة بينهم وبين الروس هنا وبعد مدة كبيرة من القتال بينجح الروس بإصرارهم وعزمتهم في هزيمة البولندين للمرة التانية وبتراجع للوراء لكن جيتمان بيرفض الهزيمة والانسحاب وبيقمر بتوجيه كل المدافع ناحية البوابة وبس وبيبدأوا في القصف العنيف للبوابة فعلا وبينجحوا في كسر وتدمير البوابة تماما وبيقمر جيتمان سلاح الفرسان بالتقدم وقتحم المدينة الروسية وبيبدأ الفرسان بالجري ناحية البوابة وبيكون أندريا في انتظارهم ووافل وحده وظهر كده انهم حضر ليهم وفاجأة وفعلا أول ما بيدخلوا عند البوابة بيكونوا حطين زي سلاسل ومقاليح حدة في المدفع وبيضربوها على الفرسان وبتاعة الكل اللي بتصيبه في اتجاهها بكل وحشية حتى أننا بنسوف الخيول داخل المدينة وعليها فرسان مدبحين أو حتى رقصهم مقطوعة خالص وبيتصاب جيتمان بخبة أمل كبيرة جدا وبيطلب أنه يتكلم مع الأسباني ألفار أو اللي عامل نفسه أسباني وبيتقابل أندريا مع عند البوابة وبيقول لنا روسي زي زي يوم وانت غازي ومحتل وزينا مش هتخرج من هنا وجيتمان بيقدم له عروسة لعبة وبيقوله يديها لزينا ويقول لها لو بكرة الصبح ما كانت شواء فهنا مكانك هتكون المرة الأخيرة ولما بيتقابل أندريا مع زينا وبيديها لعروسة اللعبة دي بتعترف لين جيتمان خاطف بنتها جوليا وبيهددها بيها وتاني يوم الصبح بتكون زينا راحت لجيتمان وسلمت نفسها لي بمساعدة أندريا وبياخد الجيش بتاعه وبيمشي من هنا وبعد مرور شهر من اللي حصل ده بيوصل جيتمان أخيرا للعاصمة الروسية موسكو وبنعرف أن أندريا نضم للروس قاد الجيوش الروسية في الدفاع عن العاصمة موسكو ضد البولنديين بقيادة جيتمان وبتستمر المعركة خارج أسوار العاصمة الروسية موسكو لمدة ثلاث أيام متواصلة من القتال المستمر وبيكون كوشكا دفع لواحد وزور أوراق تباين وتوضح أن أندريا من النبلاء ولي يجزوروا عائلة ممتدة كبيرة جدا جدا في التاريخ الروسي وبيكتمع النبلاء وبالإجمع بيختاروا أندريا اللي يسموا على الورق حاليا مايك رومانوف كاكايسر أو إمبراطور لروسيا وفي الثالث من أيلول عام 1612 الجيش الروسي بينتصر على الجيش البولندي وبيقدوا عليه تماما وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف أنه تم اعتقال جيتمانه مع زينة وهيتم أعدامها مع عبته متى الخيانة والتحالف مع العدو ولكن النبلاء الروس بيقرروا تراجع عن أعدام زينة وهيرسلوها للدير المسيحي وهتعيش في طول حياتها طلبا للمغفرة من الرب وبيوصل أندريا وبيتحدى جيتمان في مبارزة حتى الموت قدام الناس كلها هنا وجيتمان بيوافق لكن قبل القتال والمبارزة جيتمان بيعترف لزينة انه بنتها ماتت من كم سنة وانه كان بيجدب عليها عشان تفضل معها وبيبدأ القتال والمبارزة ما بين اللي كنين بكل قوة وعنف وكل واحد عايز يخلص على التاني وينتقم منه وبينجح جيتمان انه يتفوق على أندريا وبيضربه برجله وبيستهزى أبيه قدام الروس كلهم هنا وبيكشف ظهر أندريا وبيقول لهم هي دي أخرتها عاوزين تخلوا عبد أثار الضرب والتعذيب على ظهره إمبراطور عليكم وكيصر على عرش روسيا وأندريا بيقف وبيفتكر تعليمات ألفار لما كان بيعلموا المبارزة وبيقدر يواجه جيتمان من تاني وفي النهاية بيغرس سيفه في حلق جيتمان وبيخلص عليه ويقتلهم ولما بيسألوا انت عبد ولا حر بيعترف بالحقيقة وبيقول لهم روسيا مش محتاجة محتلين أكتر من كده وبيعترف أنه عاد وعشان كده بيرجعوا عن قرارهم في أنه يتولى منصب القيصر الروسي وفي يوم 24 التاني لعام 1612 القوات البولندية والليتوانية اللي موجودة في الكريملين استسلموا للروس وفي 31 شباط 1613 أصبح مخايل فيدرو فيتش هو القيصر الروسي واسلالته حكمت ل300 سنة بعد كده وده كان ملخص في المنى النهاردة أتمنى منكم تقدروا تعابنا ونوصل للملخص ده الألف لايك وألف تعليق جميل عشان نتحمس أننا نقدم ملخصات أكتر وأكتر إن شاء الله وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات عشان توصل لكم أقوى الملخصات كل يوم وشوفكم عن قريب بإذن الله سلام